اشتركوا في القناة اعراضه طرق انتقال الانسان والحيوان طرق العلاج وكذلك طرق الوقاية ودائما ابدا شعارنا في العيادة البيطارية الوقاية خيرهم من العلاج مشاهدين الاعزاء مشاهدي مصر الزراعي ان شاء الله النهاردة حلقتنا حلقة مش هنتكلم فيها على مرض جديد او طرق اعراضه او طرق انتقاله او حاجة لا بل على العكس هنتكلم على مجموعة من الامراض المختلفة وعلى اهم الادوية المستخدمة لهذه الامراض المختلفة النهاردة ان شاء الله احنا هنستضيف معانا شركة سمار معانا صاحب الشركة او مدير الشركة الدكتور لستاذ محمد علام وده من الناس يعني برغم الصغر سنه شق في هذا المجال مجال الادوية وتجارة الادوية باع طويل جدا واصبح له مجموعة كبيرة وعنده فيارة كبيرة جدا او عنده كمية كبيرة جدا من الادوية واختار اهم الامراض اهم الامراض واهم الادوية اللي بتعالج معظم الامراض اللي موجودة في الفيلم انا سعيد جدا بهذا الشاب بالطموح اهلا بيك يا استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد محمد انت دخلت المجال انا عارف ان انت بكاروس تجارة بس لك اصور رفية من رفية زي ما انت قلتلي ولك يعني باع طويل في تربية الحيوانات وازاي بتعامل معاها دخلت المجال ده ازاي وحبيته ازاي والله طبعا انا بشكر سيادتك على المقدمة اللذيذة دية والاسراء الطيب دوت اللي انا ما استحقوش نا دستال كل خير يا امار الله يرضى عليك طبعا انا دخلت المجال في سنة 2000 في شركة علام للصناعات الدوائية وبعد كده بالتطور الطبيعي الملحوظ اسست شركة سيمار في سنة 2011 هي شركة كيام فاردي كان هدفها الاول في المقام الاول هي خدمة قطاع الانتاج الحيواني وخدمة صغار المربيين وتوريد الادوية البيطرية واضافات الاعلاف لكافة المزارع في جمهورية مصر العربية وده كان من خلال ان احنا زودنا الشركة بقسطول مجهز من السيارات للحفاظ على التحصينات واللقاحات دي اهم حاجة اه طبعا اللي هو الهندلينج عملية التحصين ده يعني من اخطر الاشياء اللي احنا دايما بنصر عليها وستاذ محمد ازاي انقل التحصين من مكان لمكان فانت اهم حاجة تنبيت بيها عملية النقل دي موضوع غمان يا فندم كان عشان الحفاظ على الادوية لان انت حضرتك عارف ان المناخ عندنا متغير دايما والادوية ما بتستحملش درجات الحرارة المتفاوتة بعد كده اتجهنا للتطور اللي هو التطور الطبيعي لاي حد طموح في البلد وده كان بفضل دعم القيادة السياسية جميل والتوجيه المستمر من سيادة الرئيس على دعم المنتج المحلي اسسنا شركة سيمار للصناعات الدوائية وشركة اتي ام للصناعات الدوائية ومشاء الله دولت كان فيهم تيم شباب داكاترا وانيسات كان هدفهم الشاغر توفير منتج محلي لمنافسة المنتج المستورة بفضل من ربنا النهاردة عندنا فراية في المستحضرات أهم المستحضرات عندك كده يا بسم محمد الحمد لله احنا يريد حتى نشوفها مع بعض اه تحت امرك ما شاء الله احنا عندنا المستحضر الاولاني مامي زول والمنتج ده لطبيعة معينة وهو المنتج الاول بالتركيز الاعلى في السوق المحلي لانه هو 17.1 من 10 أميدو كارب دايب ربيو نيت جميل بيكافئ 12% أميدو كارب قاعدي تمام وطبعا المنتج اللي بعد كده منفيدين ده فلونوكسين ميجلومين 5% بعد كده دخلنا على مضاد التهاب قوي ميلوكسي كام ده ميلو مات 2% هو الموجود على الشاشة الوقت قدامنا ميلوكسي كام 2% انتاج شركة أرب كوميد طبعا أرب كوميد شركة لها باع طويل في التصنيع بعد كده نزلنا لمنتج جديد اللي هو الدورا ديكت الدورا ديكت مادة الفعالة فيه دورا ميكتين 1% دورا ديكت دورا ميكتين 10 ميلي جرام 1% انتاج شركة أرب كوميد بعد كده فندم عندنا بردك مستحضر اللي هو البروفيمات ده كاربروفين 50 ميلي جرام 5% تمام آيفار ميكتين آيفكتين انتاج شركة بادر فارما تمام كل المستحضرات الموجودة مسجلة بوزارة الصحة تمام ونزل لي إبرينو ميكتين إبرينو كيور ومشاء الله احنا متجهين لدعم المنتج المحلي وللصناعة المحلية عشان نوفر العملة الصعبة وده اللي دايماً بننادي بيه ومشاء الله القرارات السيادية النهاردة في البلد صالحنا سيادة الرئيس ورانا وداعم وان شاء الله قريباً نأسس المصنع الجديد مصنع أدوية بيطرية ان شاء الله تمام جميل جداً يا أستاذ محمد ان شاء الله احنا في الفصل الثاني من الحلقة هنستضيف الدكتور محمد غريب اللي هو هنعرف نوستشاري طبعاً دكتور محمد غريب الاستشاري تمام فان شاء الله هنتكلم على كل منتج من المنتجات الخاصة بيك ديت هنتكلم بنستخدام أفضل استخدام له إيه والمرض اللي هو بيعالجه إيه والأعراض طبعاً متى المرض والمشاكل الاقتصادية اللي بتحصل في المرض طيب محمد أنا عايزك برضو ليه اخترت المنتجات دي بعينها يعني؟ والله التحديات اللي موجودة في السوق طبعاً المنتج المستورد النهاردة في ظل غلاء السوق وفي ظل الاحتياج الشديد للمربي الفقير أو الفلاح الكادح بمعنى أصح ومش لاقي وطبعاً البراندس النهاردة الأسعار غالية جداً فكان هدفنا الرئيسي إن إحنا لازم توفير مستحضر محلي ينافس المستحضر البراند بأقل سعر تمام وبأعلى جودة تمام وده اللي الحمد لله وصلناه واني بدلاً ملاحظوا عندك إن إنت حتى هي موجودة على الشاشة وراءنا هي إن إنت منقي المنتجات اللي زي ما أنت بتقول براند يعني عندك ما ميزول بديل لكذا أو بينافس كذا مش عايز عندك المميزول هو مثلاً موجود وده من أقوى الأدوية اللي بتشتغل على تفاليات الداب تمام يا فاند عندك المنتج تاني بتشتغل على التفاليات اللي هو الدورة الدكت من الحاجات المهمة جداً بتشتغل على التفاليات الخارجية والتفاليات الداخلية تمام وبينافس برضو منتج عالمي في المجال ده عندك منتج يريد تنوقف مع الشاشة كذا ملومات برضو شغال في المجال ده ميلوكسي كام تمام برضو من حاجات اللي هي بتنافس الشركات الكبيرة والله ده فضل مناق مناء مجموعة من الأدوية بتقول للناس شغلوني هو دكتور تحدي أي وإحنا قابلنا التحدي والحمد لله بسقط الدكترة اللي هما في دكترة نسبة كبيرة جداً دعمة النهاردة المنتج المحلي متصدر في ظل المشاكل الاقتصادية وفي ظل المشاكل الدولية ومشاكل شحن من 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 حاجات كتيرة فالحمد لله هو تحدي وإحنا دخلناه وقابلنا التحدي والحمد لله ربنا سند الحمد لله لا أنا أنا من خلال متابعيتي حتى ونقاشي مع الدكتور محمد غريب قبل الحلقة لا بيقول المنتجات بتاعكم اللي انتعرف الدكتور الغريب شغله في الفلد يعني عالي شوية تمام بيشكر جداً في النتائج اللي بيعملها المميزول مثلاً بيخش عنده مشاكل في الأراض مشاكل في الأعراض بتاع طفاليات الدم مشاكل في البابيزيا مشاكل في الألعاب لازمة بيستخدموا بيجيب يعني معاه المادة الفعالة في الأميدوكارب ما تختلفش عن أي مادة موجودة في إيه في الأدوية البراند أو الأدوية اللي انت بتسميها الأدوية المنافسة يا معالي الوزير احنا عندنا جيش للتسجيلات جيش لولاهم ما كناش وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها جيش شغلته يوصل لاحتياجات السوق عشان نقدر نلبيها تمام ده كترة هدفها الشاغل توفير أي احتياجات للسوق تمام ماشا فيه انت قلتلي ان فيه معاك فيديو جميل على المنتجات بتاعكم بالصوت والصورة عندي المستحضر الدورا ديكت اللي هو الدورا مكتين ده موجود ان شاء الله مع سيادتك نتفرج عليه مع بعض لو لا لا الديورا ديكتين يا ريتي يتعمل ده الواحده فيديو الواحده غير المنتجات كلها عاملينه الشركة عاملها بطريقة جيدة هيتعرض لوحده كده وإحنا نتفرج مع المشاهدين ومعكم عليه المنتج ده المنتج ده انتو عاملينه تجهيز من الشركة عندكم اصلا ده او الفيديو ده من الجهز من الشركة اه موشن جرافيك للأي تي اللي موجود هو اللي عامله حضرتك يا دكتور سيد محمد هو معظم منتجاتك منقيها بعناية جمدة يعني احنا اتكلمنا على المامي زول وقلنا هو ايه الهدف بتاعه واللقات عندك برضو منتج من الحاجات اللي هي منضدة للتهاب الميلومات ده خطير جدا تمام يعني تركبته عندك ايه ميلوكسي كام 2% اه انتاج شركة اراوكوميد تمام والحمد لله هو اوتفستوك حاليا الحمد لله بفضل من ربنا بيخلص اول باول الحمد لله والله فضل من ربنا ما شاء الله موجود في مزارع الانتاج الحيواني وانتاج الالبان في مصر والحمد لله فضل من ربنا يعني تمام محمد طيب انت تحب تقول للمربيين او المشاهدين او اللي متابعيننا دوقتي على قناة مصر الزراعية بتنصحهم بايه او الهدف او الصمرة بتاع جهدك خلال الفترة دي كلها عايز الكونكلوجين تقول لهم ايه والله يا فندم طبعا انا قلبي على المربي النهاردة من الخسائر اللي بيواجهها فكل اللي بتمنى انه يعطي الفرصة للمستحضر المحلي اعطي الثقة للمنتج بلدك شجع شجع منتج مصر بمعنى اصح تمام يعني ده اللي احنا بنطلبه شجع منتج بلدك غير نشجع منتج بلدك كمان يا سيد محمد المنتج هو بيشجع نفسه المنتج اللي عندك بسم الله ما شاء الله عالي الجودة وعالي الكفاءة وده بشهادك معظم الأطباء اللي موجودين هدفنا الشاغل توفير مستحضر او منتج زاد كفاءة عالمية بايدي مصرية بتكلفة اقل احييك على الفكر ده شكرا واحييك على المستوى العالي بتاع المنتجات بتاع حضرتك وهستأذن ناخد مشاهدين الاعزاء فاصل وبعد الفاصل ان شاء الله هنقابل او هنستضيف الدكتور محمد غريب خابير البيطري هيكلمنا على منتجات شركة سمار فاصل وانا تواصل هذا البرنامج برعاية المحافظة على حيوان صحي ونشيط ومنتج باستمرار هو اساس مكسبك عشان كده اذا بتقابلك مشاكل زي حم الوادي المتصدع او الجلد العقدي او حم التلات ايام او الحم القلعية يبقى اكيد بتعاني من قلة الانتاج وبيتأثر دخلك نتيجة الامراض المعدية عشان كده بنقدم لك الحل ديورا ديكت الجيل الجديد من مضادات التفايليات ديورا ديكت العلاج الاقوى والامثل في القضاء على التفايليات الداخلية والخارجية فعال في القضاء على جميع انواع الددان ديورا ديكت فعال في القضاء على التفايليات الخارجية المسببة للامراض المعدية ديورا ديكت يحافظ على صحة الحيوان ويحميه من الامراض التفايلية والامراض المعدية الفيروسية ديورا ديكت يساعد على الحماية من تفايلات الدم زي البابيزيا، الثلاريا، وبالتالي تقليل النافق وزيادة الانتاج ديورا ديكت بيستخدم عضل أو تحت الجلد بمعدل 1 سنتيمتر لكل 50 كيلو جرام في الماشية وفي الوزن الحي بمعدل 1 سنتيمتر لكل 33 كيلو جرام في الأغنام وآمن جدا على العشار ويمتد مفعونه حتى 63 يوم مع ديورا ديكت انسى مشاكل الطفليات والددان والحشرات ديورا ديكت هتساعدك تزود انتاجك ومتضاعف أربعك وما تنساش دايما ان راس مالك هو مزرعتك وانك تحافظ على صحتها وسحة حيواناتك فيها ديورا ديكت استروا فاليو المحافظة على حيوان صحي ونشيط ومنطق باستمرار هو أساس مكسبك عشان كده إذا بتقابلك مشاكل زي حمى الوادي المتصدع أو الجلد العقدي أو حمى الثلاثة أيام أو الحمى القلعية يبقى أكيد بتعاني من قلة الانتاج وبيتأثر دخلك نتيجة الأمراض المعدية عشان كده بنقدم لك الحل ديورا ديكت الجيل الجديد من مضادات التفايليات ديورا ديكت العلاج الأقوى والأمثل في القضاء على التفايليات الداخلية والخارجية فعال في القضاء على جميع أنواع الددان ديورا ديكت فعال في القضاء على التفايليات الخارجية المسببة للأمراض المعدية ديورا ديكت يحافظ على صحة الحيوان ويحميه من الأمراض التفايلية والأمراض المعدية الفيروسية ديورا ديكت يساعد على الحماية من طفيلات الدم زي البابيزيا، الثلاريا وبالتالي تقليل النافق وزيادة الانتاج ديورا ديكت بيستخدم عضل أو تحت الجلد بمعدل 1 سنتيمتر لكل 50 كيلو جرام في الماشية وفي الوزن الحي بمعدل 1 سنتيمتر لكل 33 كيلو جرام في الأغنام وآمن جدا على العشار ويمتد مفعوله حتى 63 يوم مع ديورا ديكت انثى مشاكل الطفئليات والددان والحشرات ديورا ديكت تساعدك تزود إنتاجك والضاعف أرباحك وما تنتج دايما إن رسمانك هو مصرعتك وإنك تحافظ على صحتها وسحة حيواناتك فيها ديورا ديكت is true value هذا البرنامج برعاية أهلا بكم مشاهدين العزاء النهاردة معانا في الجزء الثاني من الحلقة الأستاذ الدكتور محمد غريب خبير الطب البطري في المجال إنتاج الحيواني عندنا في كوميونية مصر العربية ومن أشطر الكاترة الشباب اللي داخلين في هذا المجال محمد بقاله عشر سنين من خمسة لعشر سنين شغال في الحالات الفردية والحالات الجماعية على مستوى المزارع الصغيرة وأكتر واحد ملتصق بالمرب الصغير أو الفلاح الصغير أهلا بيك يا دكتور محمد أهلا بيك دكتور نغير ربنا خليه أنا سعدتي جدا أن شركة صمار قالت أن بطول محمد هو الاستشاري بتاعنا وأنه هو هيتكلم معانا على المنتجات بتاعنا طبعا أنت مع الفلاح دايما ومع المرب الصغير وصمعدك في الإسماعيلية مسماعة في كل حتة أنا خليه بك أنا عايز ليه بتحب منتجات علام جروب وبالذات الدورة دكتور المنتجات ما شاء الله محلية بتنافس فعلا المنتجات المستوردة كلها ونتائجها فعلا فعلا فعالة في شغلنا كل المنتجات جربناها في الشغل ما في مظلم الحالاتي يعني في الفيل ما شاء الله يعني نتائج مبهرة يعني طب الحالة بلاس بالأسعار بتاعتها كويسة كمان محمد علامة بتكلم في حتة ريحلة واو الحالة اللي أنت بتحب بتقول لا أنا هستخدم فيها دورة دكتور بتلاقي أعراضها إيه والفلاح بيشتكي من إيه عشان تقدر تقول لا أنا بسرعة خد الجرعة دية ودي جرعة بعد شهر مثلا أو بعد تلات تشهر أو بعد أربعين يوم حسب ما أنت بتديه له تمام ايه الشكوى بتاع الأونر بتاع الفلاح للحالة دي اه يعني دايما يقول في عندي مثلا حيوان بيأكل مش باين علي الأكل يعني عندما بيدي عالفة كويسة أو يدي عليها كويسة تمام والحيوان مش باين علي الأكل تمام أو فيه ساعات يكون مشكلة الحشرات اللي هي الأراض البلاغيت تمام بتطلع على بعض الأغنام بتطلع على الكار على الجموس فطبعا دي مشكلة بتأثر على الانتاج وعا التحويل تمام وتخلي الحيوان أصل كمان بقى الآن مش عارف يأكل جميل 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 بتطلع بتأثر على التحويل وعلى الأوزان بتاعت الحيوانات جميل بيشتغل على الطفلات الخارجية والداخلية جميع أنواع الددان والحشرات الخارجية الجرعة بتاعته واحد سنتي لكل خمسين كيلو جرام من وزن حيوان بيتاخد طريقة إعطاء الدواء بيتاخد واحد سنتي لكل خمسين كيلو جرام من وزن ومحلول الحق مضادة التفعليات واسع المجال بيشتغل على الطفلات الخارجية والداخلية جميع أنواع الددان والحشرات الخارجية نتائجه فعالة نتائجه فعالة ما شاء الله يعني جايب نتائج كويسة ومندي الجرعة وحتى بيشتغل كمساعدة ما أنا منتج يعني طويل مفعول يعني اه اتكرر الجرعة حتى لو بعد شهر هو بقى زي الفل اللي جايب نتائج كويسة معنا ده عند معظم العربوية اللي انت بتروح لهم والفلاحين والحاجات دي دايماً بيطلبوا في شغلة هو في ميزة كمان بيتخد تحت الجلد وفي العظم جميل صنط الخمسين كيلو وده بيقضي على الأراض والأمل والبراديت كل الحشرات وحيانا التفعليات الداخلية كمان وبيساعد على شفاء الجرب تمام ده جميل يا دوتر محمد دايماً برضو بلقيك تكتفر وشتتك الميلو مات يعني ايه برضو الأونر كومبلين او الشكوى بتاعة المربي عشان تبدأ تدي له انت لإيه العلاج ده الميلو مات عبارة مادة الفعلات بتاعته عبارة عن ميلكسيكام 20 ميلي جرام 2% مثل ان هو مضد التبات قوي جداً وبشتغل عن مشاكل التنفسية والنزالات المعاوية والتهابات الضرع يعني معظم مشاكل اللي بتقابلنا في معظم الحالات المرضية اي التهابات بيشتعلها كويس جداً يجي نتاج زي الفل يعني والجرعة بتاعته في الأبكار بتبقى 2.5 سنتي لكل 100 كيلو جرعة واحدة تمام جرعة واحدة بيتاخد تحت الجلد او في الوريد بالنسبة للأبكار جميل بالنسبة للخيل 3 سنتي لكل ايه 100 كيلو ويتاخد وريد تمام برضو جرعة واحدة وانشط اشهر حالة حصلتلك واستخدمت معاه الميلومات وجابت نتائج زي السحر كده زي الماجيك فاكر حاجة بالشكل ايه ده؟ كان في عندي مشاكل التبات في الضرع بالنسبة لبقرة كان بقى لها فترة وكانت حالكت يعني دخل انها تكون كورونيك يعني تمام فتعملت بصراحة بانتبويتك برضو محترم معايا مع الميلومات تمام جاب نتائج مبهرة ما شاء الله كميل يا بخطور محمد المنتج الثالث اللي هنتكلم عليه النهاردة اللي هو ايه البروفي مات البروفي مات اه برضو اتكلم عليه باستفادة مع المجتمع عشان نبدأ نشوف ايه الاسئلة بتاع المربيين فضل البروفي مات هو مستنو مضطل التهبات طويل مفعول المادة الفعالة بتاعته هو الكارب بروفين خمسين ميلي جرام اه بيشتغل برضو في معظم اي اي مشاكل للتهبات بيجي نتيجة وبرضو في ارتفاع خافة حرارة كويس جدا هو الموجود على الشاشة قدامنا دلوقتي اه هو خافة حرارة كويس جدا بيشتغل على المعظم مشاكل الحمى اه ارتفاعات درجة الحرارة عندنا برضو الجرعة بتاعته في الابكار بتبقى ثلاثة سنتي لكل ميت كيلو بيتاخد وريد او تحت الجلد في الخيل واحد ونصف سنتي لكل ميت كيلو بيتاخد وريد في الخيل تمام اه ومستو برضو ان هو بتبقى هي ان هو طويل مفعول انت عارف الحيوان لو حرارته عالية بيقبقوا فود وقت منزوي فلازم بسرعة ان الحقوا بالايه خافة حرارة اللي هو اللي هو البروفيمات البروفيمات انت دايما بترشح البروفيمات لانه خافة حرارة كويس جدا خافة حرارة قوي طويل مفعول نقلل حرارة الحيوان عشان الحيوان يخش معنا في الاكل ويخش ووردو لازم يكون معاه بوتانت انتي بيوتك مضاد حيوي قوي ربنا اخليك يا رب مش هندي بس مخفض الحرارة بس ده بنرشحه ان هو يكون من ايه من المخفضات القوية جدا طبعا في حاجة دايما احنا بنشتك منها كمربيين وشفناها كتير اوي كدكاترة وبسرد انت شفتها كتير اوي في مجالك تفايليات الدم الدم دي اخطر حاجة البلد برازايت البابيزي يعني ايه الاعراض اللي ممكن تلاقيها عند الفلاح او المربي ويجيوا لك الحقيقة يا دكتور محمد ده الفلاح الحالة عندي فيها كذا وكذا 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 وانت بترشح له المامي زول عشان يشتغل اخطر حاجة بيشتك منها ويجيلك الحقني يا دكتور عندي في البقرة بتعمل او تدبول بول مدمم دي اهم علامة معها طبعا في ارتفاع في درجة الحرارة اه بيجي في الابكار يعني تمام فمنلاقي في انا اراض موجود مع موجود اعراض بارتفاع في الحرارة مع بول مدمم فدي اه طبعا دي بنخش هتوف قصة البابيزية في الحرارة بتوصل تقريبا كم يا دكتور محمد بتوصل واحد واربعين واتون واربعين واحد واربعين وتمانية معاش واحد واربعين ونص اه والدكتور الشاطر اللي يلحق الحرارة في الاول لو سبتها ونزلت لثمانية وثلاثين 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 شكرا بقى يبقى اللي سبيلين ضخم اعطوا حالة ضخم ايه مميزات المميزول بقى نتكلم عن مميزات المميزول بالتفصيل شوية وبالراحة هو معروض على الشاشة قدامنا هو المميزول ونبدأ نشوفه مع بعض ونتكلم عليه بالنسبة للمميزول المادة الفعالة بتاعته اللي هو الاميدو كارب التركيز بتاعه سبعتاشر وواحد من عشرة جرام بيشتغل هو طبعا على اخطرح مرض اللي هو البابيزيا اللي هو طبعا قلنا الاعراض بتاعته البل المدمم وارتفاع الحرارة والحيوان بيقطع الاكل وطبعا بلازم ان نلحقها في الاول ذو ما اتفقنا في ان احنا نخش على طول بل المميزول بند الجرعة بتاعته واحد ونصف سنتي لكل امتين كيلو تمام وفي الوقاية ممكن نشتغل برضو عشان نتجنب القصة دي او اما تلاحظ اراض زي محرك معلمنا او اما في مشكلة اراض في المعلف او في المطرع عندي يبقى لازم اخش اعمل وقاية بالمميزول الله ينوم عشان خاطر مخشش في قصة المرض لانه طالما ظهر معنا المرض بتبقى احنا دايما انشعرونا الوقاية خير من العلاج فانت بتدي جرعة وقائية وجرعة علاجية الجرعة الوقائية كم بقى يا دكتور محمد واحد وتمانية من عشرة سنتي لكل مية كيلو جميل بتبقى الجرعة تحت الجلد تمام احنا بيشتغل به تحت الجلد بيشتغل معنا كويس جدا انت فاكر دايما وانا بقول لهم مخمنا مربين انت شغلتك الاساسية انت شخص لبك اول ما بتلاقي الحيوان عندك امتنع عن الاكل انت بتدي له حتى عشرة كيلو كل سبعة كيلو بس كل ستة كيلو بس بسرعة استدعي الطبيب البتري استدعي الدكتور زو السمعة الجيدة تعال الحق الحيوان عندي وضع ايه اول انت بتروح بتلاقي الحرارة عالية بتلاقي ايه بيشتكي من بول مدمة الحيوان بيحصل تريمور بيحصل رعشة الحيوان واقف مش مش طبيعي اول حاجة بتيجي في دماغك بتقول ايه الماميزول نلحق بسرعة نخش بالعلاج وبتوصي بعد كده ان العلاج يبقى علاج ايه وقائي عشان المشاكل وفي ميزة ان هو فعال والسعر بتاعه يعني مناسب وفعال بيبقى كويس معنا يعني بيقارب الادواء المستورة زي ما اتفقنا جميل جدا جميل جدا الماميزول من اقوى الادوية اللي محققه نجاح في السوق كويس جدا 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 وشغال بطريقة جيدة مع معظم الحالات الفردية ومع الفلاحين حتى الفلاحين حافظوه دلوقتي بس الشطارة زي ما قلت المعليك ان احنا نلحق الحيوان في الاول خالص لان لو الحيوان اتاخر يبقى خلاص كل الخلايا الدم الخلايا الدم الحامرة تكسرت ودخلنا في مشكلة كبيرة وان الحيوان ممكن يروح نعم الله يناول عليك يا دكتور محمد معنا اتصال من حافظ منين من البحيرة حافظ من البحيرة فضل يا حافظ السلام عليك يا دكتور عليكم السلام عليك يا دكتور يعني مستمع جيد جدا بالنسبة للبرنامج والله الله يخليكم صحاب وبلاقي بعرضه يعني مشاكل في التطبيق لان الله يبقى يكلمه والله الدكتور فيقول كذا الدكتور حامد يعرف ابو كذا يعني تعليماتها قدامنا دي من الدكتور نعم فانا سؤالي يعني سؤالين اتنين بس في جملة واحدة السؤال الاول في طحن الضرة الصفرة بالنسبة للماشية اللي هي الحلاب الجموس اي في ناس بتطحن الضرة بتتكسل وتطحنه بالكلاحة بتاعته او في ناس بالغلاف كمان فهل الطريقة دي تليمة ولا خطأ الامر التالي بالنسبة لموضوع العشار والصنار والجسسان والكلام ده احنا مشوفنا بعض البرامج بيحللوا للماشية مسألة الحمل وكده بشرائت زي البشر كده الكلام ده برضو سألنا عليه لانا غير متاح فاحنا برضو علينا ستك تفيدني في الامر اندوك حاضر الاستاذ فحن الضرة الصفرة بالكلاحة والغلاف اول السؤال التالي حاضر الاستاذ حامد استاذ حافز هناخدوا الاستاذ حامد من الفيوم حالا انا هاجب عليك استاذ حافز حانا استاذ حامد من الفيوم فضل يا دكتر حامد انا كان عند البر اتصلت عليك ثلاث مرات جبت لها دكتان مراتين وما طلع اردتش لحد الوقت عصالها كده حولا ولا انا سألت معاها والله ده بس ذكات ماشي والشغال الثاني معلاش ماشي حاجة حامد طحن الحباية طحن كامل زي دي كده الحيوان مش هستفيد بها الاستفادة الكاملة بتاعته طب حبيت تعمل تطحن بالقلاحة صح مفيش فيها اي مشكلة هتزود مع الدرة هبقى فيه الياف هتقلل في التركيبة بتاعتك شوية من الالياف اللي زي زي الارضة زي الاش زي الادريس هيقل شوية من التركيبة وهتعمل حسابك ان اللي نازل ده كله بالقلاحة بالغلاف بالدرة مش درة صافي ده درة قول مسلا ستين في المية وسبعين في المية ودرة والباقي الياف زيها زي التبن وزي الاش وزي خلاف فلما تاجي تعمل التركيبة بتاعتك تعمل حسابك على هذا الموضوع يا استاذ حافظ الاستاذ حامد من الفيوب بيسأل على البقر اللي بيعشرشه على العجل الرضيع اللي ايه بيجيله التهاب رأوي وما بيتعالجش البقر اللي معشرش احنا قلنا اكثر من مرة بشهادية الاعزاء هناخد سيد من دهلية وهنكمل الموضوع بتاع حاج حامد فضل يا سيد فضل حاج سيد حامد عند المواشي البقر لما بتتسير بشرب وبول بعض يا حضرتك يا فضل طيب يا حاج سيد اشكرك يا حاج سيد عشان ما نخرجش برضو عن الحلقة انا موضوع حاج حامد اللي هو الحيوانات اللي بتاعاشر اخواننا لازم نفحص الحيوان كويس قوي بعد اربعين يوم من ولادته طب ناخد عوض وبعدين هناخد اخر خمس دقايق هنتكلم فيهم على العلاجات دي ومش هايزين ناخد وقت الحلقة من الدكتور محمد فضل يا حاج عوض مالسلام عليكم عليكم الصلاحة لوار كيف بطمات وينفع ان انا احبن الاجدال الصغير عمر اربع شهور بتدين اللي هو البشر ده تحت الجلد بتدين طيب هقول لحضرات دلوقت حاج عوض من الشرقية بيسأل على ان ينفع هنبتدين تحت الجلد ولا لا هنأجل الاتصالات للاخر الحلقة وهاجب بس على الشوية اللي قلنا دلت وهنكمل المنتج الخامس من شركة السمار الحاج حابن كان من فيوم كان بيسأل على العجل الرضيع في مشكلة وعلى البقرة لمتعشرش بقى لمتعشرش قلنا في عجالة سريعة طبيب البطري الشاطر ازو السمعة الجيدة يجري جاري على تجري عليه وتجيبه بعد اربعين يوم من ولادة البقرة هيفحص البقرة كويس اوي هيبدأ يديها علاجات الكاملة ليها هيبدأ يتبعها لك من التلقاح الصناعي غيرت ما يسلمها لك عشار وده ما امر مفروغ منه وما تسيبش البقرة بتاعها لك تقعد تلات اربع شهور وتبدأ تفكر ان انا هعشرها ولا لا لأ لان مهمة اوي اوي انت عشرها بعد ربعين يوم خمسة ربعين يوم اقصى حاجة لها ستين يوم وتبدأ تجيب الطبيب الشاطر اللي عملها العجل اللي يجيبه الاتهاب اقول لك ما بينفعش ما هي دي لانا لسه بقولها مع الدكتور محمد التشخيص المبكر انت كل ما تستناش لما العجل يجيب الكحة من رجليه اول ما العجل بس حرارته يرتفع ويبدأ ينهج معاك ويبدأ يتنفس من بقه بدل ما بيتنفس من اخيره بسرعة بس الشطارة انك تلحقه في بداية في بداية الاصابة مضادة حيوي مضادة الاتهاب مضادة حساسية بيتامين قلب ده التلاتة هيو واللي معاك اللي دي المجموعة الاربع للناس كلها حفظها بس الشطارة عشان يجيب نتيجة تلحقه وهو لسه بيقول مشكلة في التنفس ابدومن الاسبيريشن تنفس من المعدة يقف البقه يقف المراخير ويبتاح بقه دي تلحقه متسناش لما يبدأ يكوح ويجيب الكوحة من رجليه ده بالنسبة لاخونا حامد بتاع الفيون اخونا بتاع الاهلية بيسأل على البتادين انا اول مرة اسمع عن حكاية البتادين تحت الجلد ريات معارش انا اول مرة اسمعها بقى لا 5 سنة بس اول مرة اسمعها حاجة سعيد نرجع لك يا دكتور محمد معلش يقول البرنامج بس عشان بتاع الفلاحين او الموضيين انا تحت امرهم فدايما ايه ما ننفعش لنا عنه كلنا في خدمتهم اخر منتج من منتجات الصمار اللي هو ايه منفيدين اه ايه ده المنتج بيشتغل على ايه وايه الحالات اللي ممكن تصادفها تبدأ تشتغل مع المنفيدين المنفيدين هو منتج المادة الفعالة بتاعته عبارة عن فلوكسين مجلومين 50 ميلي جرام مضاد للتبات قوي جدا ومسكن وخفض للحرارة تمام اه وكان بيشتغل مضاد للسلو هو موجود على الشاشة هو مشاهدين العزاء وبرضو عايز انوه انه في كل اه اه حاجة من الشاشة موجود هتتصل على مين ولو عايز المنتج ده بتتصل على الشركة وتليفونات الشركة موجودة والوضع بتاع الشركة كامل موجود يا ريت ايه نتكلم عليه واحنا برضو ناخد تليفونات بتاعته تمام المنفيدين قلنا فلوكسين مجلومين 50 ميلي جرام مضاد للتبات اه مسكن خفض الحرارة ومضاد للسموم اه اهم استخداماته اه بتعمي اشتغله كخفض حرارة اه مشاكل الالتبات الرئاوية لسه كان الاخون اللي كان بيتكلم عن الكحة بيشتغل مضاد للتبات مع بوتينت انتبيوتك كويس تمام اه بيشتغل برضو بمشاكل النازلات المعوية اه الاسهالات بانواعها ممكن يشتغل في جميع انواع النازلات المعوية وبرضو جميع انواع عارفة مشاكل برضو في حرارة والحمة بانواعها تمام الحالات اللي انت بتطلب عليها مثلا مربي عنده حالة في حظيرة بتاعته او حالتين بياجي اتصل عليك في تليفونة بطول محمد تعالي بسرعة انا عندي حيوان فيه اصابة او فيه مشكلة ايه اللي بيقوله لك عشان تجهز المنتج ده يعني مثلا مشكلة الجلد العقلي ايه يعني ده ممتاز جدا في حالات الجلد العقلي لان مشكلة معظم الناس بتشتغل على حتة مادة الديكليفونيك سوديوم فالمرب بساعات بيشتغل من نفسهم بيجيبش دكتور بيروح يجيب مادة الديكليفونيك وبيشتغل اكتر من كزا مرة بيحصل قرحة يبدأ يلحقني يا دكتور ده بيحصل فيه اسهال مدمم او فيه الفيسس بتاع الحيوان كله دم بسبب الكرحة اللي حصلت عشان يشتغل على مادة الديكليفونيك فبالتالي انا هو كان ملاق الحرق عليها بيروح مدي ديكليفونيك فانا بالتالي بيعمل مشكلة انا برا ما ارح اعالج الجلد العقلي دي دخلت في قصة كرحة فمادة الفلوكسين المنفيدين هنا كان مادة الفلوكسين مجلبين فيه ده ده امن على المعدة امن على الكرش ما فيش فيه اي مشكلة على الامعاء فبديه بيكون امن جدا ما بعملش اي اعراج جانبية على العرومي والحيواني مش نائس اصلا من الاصاف تتعالج مع حضرتك ان الاتهاب الجلد العقدي او اي مرض فيروسي مالوش علاج خاص بي انت بتعالج الاصابات السنوية اللي نتجة عن هذا تدخل هذا الفيروس تعالف الفيروس لو ما بيدخل المناعة بتبدأ تقل تبدأ الميكروبات الانتهازية تشتغل زي الكروستريديا والباستريل فانت بتعالج او بتخلد الحيوان مناعته دائما مرتفع فانت بتختار الدواء المناسب اللي ما يعمل لكش مشكلة تانية زي ما حضرتك قلت كده ميتجا للمنفذين اه يعني انت لما تخش في الصر او في مشكلة كرحة في المعدة او في الكرش فده برضو بيهد مناعة الايه الحيوان وبيهد فرصة للميكروبات السنوية اللي هي تشترك فحضرتك بتنصحه بالمانفذين بالمانفذين اللي هو خضط حرارة مسكن ضد التهبات وامن على الامعاء والكرش والماركو فلولا بتاعت الكرش تمام الجرعة بتاعته بيشتغل من واحد لاثنين سنتي لكل خمسة واربعين كيلو لمدة ثلاث تيانا في الخيل بيشتغل كويس جدا في الخيل برضو واحد سنتي لكل خمسة واربعين كيلو لمدة خمس تيانا طيب الشركة لها منتج مجموعة منتجات كده انتو فاكرها او انتو عملتولي حتى الشاشة جايباها ايت يعني يريد احنا نعرضها بشاشة كاملة وحضرتك برضو تتكلم عليها كلام مخطئ يعني يعني كل منتج كده زي بتيجي نبزة سريعة كده او حاجة سريعة هو بقي قدامنا خمس دقايق تمام فخمس دقايق دي استاذ استاذنا المخرج يعرض الفيديو كامل على الشاشة ومعانا الاستاذ دكتور محمد غريب هيتكلم على كل منتج من المنتجات دي بالتفصيل السريع يعني قبل ما الوقت بتاع الحلقة ينتهي المون في دين او الفيديو شغال او ايبا عندنا اول متكلمنا عليه اللي هو ديورا ديكت او قلنا المادة الفعالة بتاعته ديورا مكتن واحد في المية محلول للحق نمضد الطفاليات واسع المجال بيشتغل على الطفالات الخارجية والداخلية جميع انواع الددان والحشرات الحشرات الخارجية كلها بيشتغل عليها برضو والجرعة بتاعته واحد سنتي لكل خمسين كيلو بيشتغل فيه ميزة انه بيشتغل كجرعة بنيديه ازاي بنيديه تحت الجلد وفي العضل ممكن يشتغل برضو في العضل كويس جدا المنتج التاني يا استاذنا الميلومات المادة الفعالة الملوكسيكام 20 ميلي جرام اتنين في المية تركيز بتاعه ومضد التهبات اشتغل على مشكلة النفسية كلها النزلات المعوية والتهبات الضرع الجرعة بتاعته في الابكار 22.5 سنتي لكل مية كيلو جرعة واحدة وانشوت انا عايزك تخدهم بالراحة عشان ما تستغيلش يعني ارجع تاني على الميلومات التاني تكلم عليه بالراحة شوي يعني عشان الفلاح يكتب وراك او يستفاد وراك الميلومات المادة الفعالة بتاعته ملوكسيكام 20 ميلي جرام اتنين في المية مضد التهبات بيشتغل على مشاكل التنفسية الكوحة بقى والنهاجان كل مشاكل التهبات الرئوية بيشتغل على النزلات المعوية الاسهال بانواعه اسهال مدمم بيشتغل على التهبات الضرع المنتج التالت المنتج التالت بتاعنا اللي هو البروفيمات ده مضد التهبات طويل مفعول المادة الفعالة بتاعته كاربو بروفين 50 ميلي جرام تمام في الابكار الجرعة بتاعته 3 سنطي لكل 100 كيلو يمين بيتاخد وريد او تحت الجل في الخيل جرعة بتاعته 1.5 سنطي لكل 100 كيلو بيتاخد وريد المنتج الرابع الماميزول الماميزول المادة الفعالة اللي هو الاميدو كاربو ااميدو كاربو ده مادة مشهورة ايوة بيشتغل على طفالات الدم البابازيا طبعا لو اعرضها البول المدمم وارتفاع الحرارة والحيوان يقطع الاكل تمام الجرعة بتاعته في العلاج 1.5 سنطي لكل 200 كيلو تمام تمام المادة الفعالة بتاعته في نكسين مجلومين 50 ميلي جرام مضاد للتهبات مسكن وخافض للحرارة الجرعة بتاعته من 1 ل2 سنطي لكل 45 كيلو بيتاخد برضو في العضل ما فيش او تحت الجلد في الخيل 1 سنطي لكل 45 كيلو لمدة 5 تقع شاهدين الاعزاء لا يسعني الان اشكرك يا دكتور محمد على الاستضافة الجميلة اللي انت شرفتنا بيه هدية ويعني انا سعيد بشركة صمار والاستاذ محمد علام وأدي ايه منتجاته منتجات قيمة جدا 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 الفلاح والمربي وأدي ايه هي في متناول السعر وإحنا اتكلمنا دلوقتي وحضرك يعني وضحته بإسهاب وإيجاز المنتج ده بيستخدم في ايه وأهم الأعراض اللي ممكن يحققها يحتحص على الحيوان ويجب نتيجة معاه ايه العلاج واتكلمنا باستفادة على الخمس منتجات بشركة صمار وأنا هستأزم عليك بس المخرج بيقول لي ناخد اتصال ده بقاله فترة طويلة ناخد اتصال مين يا أستاذ ده طويل فضل أحمد بن الشرقية فضل يا حج أحمد ألو يا دكتور فضل يا حج أحمد ألو السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أنا عندي جموسة كنت شهرية من حوالي شهرين تن اتضرتها فيها بارس أو بهاد لعلاج ولا لا ولعبانها نسبة الدفن فيه تلاتة بوم بيه لا ولا بيقضل كده ايه رأيك يا محمد في السؤال ده رأيك يا دكتور محمد في السؤال بك بيقول الجموسة الدرع بتاعها في برس في بجة بيضة كده هو بيقول عليها برس أو بهاد فايه رأيك ده لها علاج ولا ملهاش علاج لا ملهاش علاج بروا بصة اعمل حج أحمد ده ما فيش مشكلة في لون الجلد المهم لابانها كويس معاك وبيجيب وما فيش أي إصابة يا مفندم جمعة من الفيوم يعني حاجة احمد ما ما تقلقش من من الباتشة البيضة اللي موجودة فيها ديك لانه ممكن يكون ده لون اصلا في الجلد او بتبنتشى في الجلد جمعة من الفيوم فضل السلام عليكم عليكم السلام واطلاق وبركاته والله يا دكتور انا عندي اه 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 افحق صغيرة يعني عجول صغيرة ده جموسي اي وبنتقل العلاجات وما بتزيد شي يعني بتأخذ بيجيب لها العلطة المزبوطة الخلطة المزبوطة يعني بجيب بطن بسيتها فقم سموك جنيه ماشي ماشي حاج محمد من الفيوم الحاج جمعة من الفيوم بيسأل على عائل الحيوان بتأكل يا دكتور محمد وما بيبانش عليه وإحنا لسه بنقول الدورة ديك اه يعني ديها من يعني حضرك قوله من افضل علاجات ويستخدموا ازاي دي الحاج ايه لسه احنا بنتكلمنا في اول الحلقة على موضوع ان الحيوان يأكل ما بنش عليه الاكل فهنا بيبقى عنده ددان غالبا ددان مع جوفه معوية اه او ممكن يكون في حشرات برضو تأكد ان ممكن يكون في حاجات على الجلد فافضل استخدام اللي هو الدورة ديك ازا ما اتفقنا ان هو بيشتغل على جميع نوع عددان اه فهندي جرعة بتاعته تبقى سنتي لكل خمسين كيلو تحت الجلد او في العضل انا اخد الحاجة حسن شوف حتى الاسئلة بتيجي كمان هيت على المنتج بتاعك الحاجة حسن فاضل فاضل يا حاجة حسن ارحب دكتور محمد وحضرتك والله هو دايما المزيد من التخدم يا دكتور ربنا خليك يا ربنا خليك لو تمحت انا كان عندي بجرة لها يا حمى الواضي متصدق يا دكتور اه في الولادة في اخطورة في ولادتها يا دكتور انت عرفت مني انها عندها حمى الواضي متصدق الضبط الدكتور قال لي كده وخارت علاج مكسف لها اهل اعراض علاج مكسف علاج مكسف لايه للبجرة طبعا طيب ماشي يا عم الحاجة حسن اشكرك اه 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 في اتصال تاني او استاذنا هارد عليك حاجة حسن هو بالنسبة لهم هناخد ام محمد من اسكندرية ام محمد من اسكندرية افضل يا حاجة ام محمد والمشكلة كلها في حاجة حسن بقى حمى الواضي متصدق لها اعراض تكتور فضل يا ام محمد والله ما سامعك ام محمد بتقول ايه عندنا جاموسة عظمها تعبان عندك جاموسة عظمها تعبان اه عندها مشاكل عايزة انت انفروماتري عندك ايه استاذ محمد البروفيمات اشتغل معنا زي الفور لا نقول لها ايه ونقول لها صورته بالمرة دلوقتي تمام الاصابة بتاع عندها مشكلة اه التهابات في العظم بالنسبة للجاموسة بتاعتها اوريزة مس framed قوي لل الام بتاع food افضل حاجة عندنا الا هو البروفيمات مضد التهابات اهو قوي جدا ونتاعته بتاعته اطويل مفعول اظن كده يعني الجرة بتاعته ثلاثة سنتي لك كيلو تاني يا اسيسي معidyة دكتور محمد عندنا البروفيمات دا مضاد للتهبات قوي جدا طويل مفعول اه لا المادة بتاعته تاعته الكاربوبروفن قولنا خمسين ملي جرام الجرعة بتاعته ثلاثة سنتي لكل ميك كيلو الله ينور جمال بن سهاج فضل يا حاج جمال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمس عليكم عالدكتور محمد الله ينور عليكم عالدكتور محمد فضل أنا عنك بجرة تضيب شعرين كده بجرة إيه بجرة بيحسن عندها انتفاق فضرة من تحت ضرتها اللي هو اللي بديزي الحلمات بتاعتها بتتنفخ وتتنفخ جامد أنا تعبتني البجرة دي طب اللبن بتاعتها كويس ولا بتتنفخ بس في جسمها اللبنها كويس لكن لما تتنفخ اللبنها بوحد يبقى عندك اللبن من البلز نفسه من البلز نفسه تمام يا حاج جمال أشكرك حاضر يا حاج جمال حاضر الحاج جمال عنده مشكلة في التهاب الضرع فإحنا بننصحه بيجي محقن أي محقن مضاد دحاوي زائد المسكن القوي بتاع شركة سمار اللي انت بتستخدمه هو إيه؟ طبعا عندها بروفيمات وبنشتغل برضو مع الملومات أيوة الملومات أفضل في التبط الدرع الجرعة بتاعته بتبقى تنين ونص سنتي لكل مكينة نجيب صورته يا أستاذ دا المخرج لملومات تاني لا تحضر ميت فضل الحاج مصطفى أنا عندي أوراد في البهامة دكتور أيوة وعالجت عالجت بالأبا غاية غسلتهم ديزانول ووديت عيفوماك أه وعمل عندي مشاكل جامدة عمل عندي سايليريا وعمل عندي طفيلات دم بعد الانبهام عنه أنت يعني عارف أن الأوراد بيعمل مشاكل كبيرة بيزود مشاكل البابيزيا وبيزود مشاكل طفيلات الدم وإحنا لسه أيلين دلوقتي إياه دكتور محمد لسه بنتكلم عن المشاكل ديو علاجها معنا إيه المنتج بتاعنا اللي احنا بنعلم الدورة دكت وإيه بتاع البديل بتاع اللي نشتغل على الماميزول عشان لو فيه مشاكل طفيلات دم بالظبط احنا بتكلمك على الماميزول يا عم الحاج مصطفى إحنا يعني بدام عندك طفيلات دم الدكتور محمد غريب بيرشح لك الماميزول الماميزول ده أفضل منتج يشتغل على مشاكل طفيلات الدم ومشاكل طفيلات الدم أنا عايزك تعيد تاني موضوع الدورة دكت وموضوع الماميزول عشان الناس تحفظ أهم دويين في شركة سمار والنتاج بتاعته الدورة دكت اتكلمني عنه هو من أقوى المنتجات اللي بتشتغل على الحشرات الخارجية الأراض البراغيت الأمل في الجموس بيشتغل على جميع عنواء الددان الداخلية جوفه معاوية جميع عنواء الددان والطفالات الداخلية فهنا قلنا مشكلة الأراض ومشكلة الددان اللي بيأكل وبينش عالي الأكل جميل شوف تبقى احنا بل لما جبنا الأسئلة وضحنا الأدوية بتاعتنا وازال الأدوية مهمة جدا الفلاحين بيبدأوا يستخدموه ساعدت باللقاءة شرفت وشرفت قناة مصر الزراعية مشاهدين الأعزاء بسرعة الوقت خلص مع الدكتور محمد ومع شركة سمار إن شاء الله على موعد قادم في حلقة قديدة إن شاء الله بمنتجات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المحافظة على حيوان صحي ونشيط ومنتج باستمرار هو أساس مكسبك عشان كده إذا بتقابلك مشاكل زي حم الوادي المتصدع أو الجلد العقدي أو حم التلات أيام أو الحم القلعية يبقى أكيد بتعاني من قلة الإنتاج وبتأثر دخلك نتيجة الأمراض المعدية عشان كده بنقدم لك الحل ديورا ديكت الجيل الجديد من مضادات التفايليات ديورا ديكت العلاج الأقوى والأمثل في القضاء على التفايليات الداخلية والخارجية فعال في القضاء على جميع أنواع الددان ديورا ديكت فعال في القضاء على التفايليات الخارجية المسببة للأمراض المعدية ديورا ديكت يحافظ على صحة الحيوان ويحميه من الأمراض التفايلية والأمراض المعدية الفيروسية ديورا ديكت يساعد على الحماية من تفايلات الدم زي البابيزيا، الثالاريا، وبالتالي تقليل النافق وزيادة الانتاج ديورا ديكت بيستخدم عضل أو تحت الجلد بمعدل 1 سنتيمتر لكل 50 كيلو جرام في الماشية وفي الوزن الحي بمعدل 1 سنتيمتر لكل 33 كيلو جرام في الأغنام وآمن جدا على العشار وينتد مفعوله حتى 63 يوم مع ديورا ديكت انسى مشاكل الطفليات والددان والحشرات ديورا ديكت هتساعدك تزود انتاجك ومتضاعف أرباحك وما تنتج دايما ان راس مالك هو مزرعتك وانك تحافظ على صحتها وسحة حيواناتك فيها ديورا ديكت is true value